بأيد ماهرة محترفة تتحول قطع جامد من الذهب أو الفضة أو غيرها إلى لوحة فنية تنطق بالحياة أحمد علاء الدين فنان عراقي شاب ورث المهنة عن آبائه وأجداده لتبدع أنامله نقوشا شرقية مجسمة تنبع من بين عبق التأريخ وجدران البلدة القديمة في مدينة النجف هذا العمل من كان عمر عشر سنين دخلت يا والدي بعالم النقش كان شغلنا فقط بس على الفضة والذهب والنحاس لكن عمر الزمن اطور العمل وصار يشمل جميع المعادن منها الفافرون والكابون والخشل قمنا نشتغل أبواب وأضرحة ومناير ومنبار مالحسين سلام الله عليها وكما تتنوع الخامات بين حجر وخشب ومعدن تتنوع أساليب العمل ووسائله كما يقول على الدين كل عمل يختلف عن الثاني مثلا الفافرون الفافرون لا أستخدم به أرسم وأستخدم به ورقة أخلي وأنقش لا الفافرون ينقش هو قبل يعني أنت تخلي قبالك الفافرون ويبالك تنقش علي بس باقي المعادل لا مثل النحاس يعني النحاس لا تكونوا سوى طره نعمة هذا كل يعني أنت نفسي تكترز ما ولم يكتفي على الدين بفنون الحفر وإنما امتد نشاطه الفني إلى النقش بالحرق على الخشب لينتج أعمالا تنطق بالجمال والروا الحرق على الخشب بديت به قبل سنوص الأدوات اللي أستخدميني يعني هي الكاوية العادية مع اللحيم اللي يستعملوها بس أنا أخلي أضافات عليها قليلة حتى تنطيني أكثر حرارة وبديت الحرق على الخشب كهوائي يعني لأن مقاربة العملي وحسيت بيها فتفن صعب وحبيت أشتغل عليها مهنة تعكس جزءا هاما من الفنون الإسلامية لا تزال تحتفظ ببريقها الخاص رغم الحداثة والتطور الذي قضى على أغلب الفنون اليدوية إلا أن أحمد علاء الدين يبقى ضمن عدد قليل من الفنانين الذين آلوا على أنفسهم حفظ بريق الحضارة الإسلامية